اشتركوا في القناة انتي عارفة انا جبت التليفون هنا ليه؟ لا مش عارفة قولي لينك؟ اصلي استني مكلمة مهمة قوي بس ساعة ما تيجي عايزة بقى الوحدي في القوضة انا مش قزني كفتانة ولا حاجة متزعليش بس يعني من غير بس انا خرج الصلاة من دلوقتي كويس برضو بس اسمعي لو جات عزة بيجريها شوية بالكلام ممكن؟ انا مايش دعوة بحاجة حازم ايش باقول هي فين والكلام ده فين؟ عولة بسن خاطر زي ما انت عاد ان الصعب بتقنحها ان ده كله خيالات واوهام ايوا بس هو بيجريها خازم؟ نفتكرش هو بس واخدها وسيلة عشان يعرف بيها اخباري بلغني الكلام سخيف بتاعه لكن عولة مش فهمة كده كل ما حاولي فهمها تبتهني اللي غير انا منها طب واح نعمل ايه يا عزة؟ لازم نتصرف بس بايد عماما وبابا تصرف ازاي بس؟ بسكرا انا لو اتكلمت معاها هتسمعلي انا صحيح اخوفك كبير بس ده في الشهادة الميلاد بس انت عارفة العلاقات بيننا في البيت ده خلاص لغت فروق السنة انا باقول نتكلم مع حازم نفسه وتحل معاه الموضوع اهم عاملين لي حفلة بكرة وكنت شنوية روح لكن مستعدة روح لو تبتهزها فرصة وتتكلم معاه في الموضوع وتحلها بكرة انا عندي معاد مع نوح قصلي يعني هتقول لي رأي سعاد سليم في المصرحية معلش يا عادل انت لازم تدبر امورك وتصرف حالك كده هوت وترتب وقتك ها؟ حاضر يا عزي هشوفي قاديني قريتها يا ستي علشان خطرك وايه رأيك؟ حلوة مش كده؟ هو الحقيقة حواره مش بطال والفكرة كمان كويسة بس ما قدرش اكون رأيي نهائي الا لما اقرأ المصرحية كلها انا متأكدة انها هتبقى هيلة نوح مش ملاحظة انك متحمسة له زيادة شوي ابدا قصدي يعني المهمة الرواية مش اللي كاتبها اه طبعا ما قلت ليش ايه رأيك في الدور اللي توزع عليك في المصرحية الجديدة؟ انا رأي زي رأي المجموعة كلها حتى بعد التغيير اللي حصل تقصدي تغيير فايز بباهر؟ لو حضرتك ما تزعلش من صراحتي اقولك ان التغيير ده ناقص ناقص؟ يعني ايه؟ يعني اذا كان باهر حيلعب دور البطل فلازم تكون البطلة من سنه انا لسه ما عجزتش يا نوح انا ما قصدش يا طان امالت قصدي ايه؟ طبعا عايزة تلعابي انت البطولة قداما ولا يمكن اميرا وانا بلاش انا متأستفى تصبحنا على خير انت من قبل اوه حالو؟ دكتور؟ انا سعاد اسفل لبطلوبك فوقت متاخر كده لا أبداً مش تعبيني أنا بس عايزة أحفظ معاد فأعرف فرصة يوم الثلاث كويس تشكر قوي مع السلامة أنا من حق أستعمل تلفون زيكم كلكم أيوة بس مش في الكلام الفارغ لما يكون سامي اللي بيتكلم بيبقى الكلام مليا مش كده في التعذى يا علا موقفي مختلف عن موقفك لا مفيش أي فرق وانتي مش أحسن مني مش حكاية أحسن ولا أحوحش يا علا طب نتفهم بالراحة وأنا فهمك أيوة يا علا اسمعي الكلام عز دوختك الكبيرة وقلبها عليك انتي بتحيشري ليه هنج مش كفاية روحتش قلتلها يا علا أنا جات مقلتليش على حاجة أنا اللي فهمت لما لقتك واحدة التلفون في قطتك ده ترانك يا علا مش دخلي استني بس علو مين أيوة ده فعلا من مصر يظهر النتيجة ظهرت أيوة أيوة يا عمك الأنا أولا مين بابا نام وماما كمان أيوة معي عز حضرتك مش عايز تكلمني ليه أيوة يا عمي أنا عز فيه مش عايز يقول لي ليه أنا سقت أيوة يا عمي كده طب احنا متشكرين قوي مع السلامة عز باش يتكلم معي ليه يا عز وليلي أنا أنا سقت لا لا مش ممكن لا مش ممكن مش ما أقود وليلي يا عز وليلي وليلي آه عايز عايز أختي حبيبتي لا أخي 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 إينا كويس تعالوا عدي جنبي يا عولا تعالوا يا حبيبتي صراح شوي تعالوا يا بنتي إيه رأيكم بقى نعمل رحلة لبقير ونكل جنب لي إيه رأيك يا عولا عولا تيجي نتماشى شوي على البحر كفاية أسئلة بقى كيف تعملوني كده كنوش فاكريني حانسة اللي سقت يا بنتي السقوط مش كارسة أهي ملحوقة تتعوض السنة الجاية إن شاء الله وهو إيه يعني اللي حصل يا ما فيه تلامزة بتسقط اعتبر إن انتي جبتش مجموعة بعيد وبتعيدي السنة علشان خطر المجمو أنتو ملكوش تي رغل الكلام في الموضوع ده أنا رايحة أي حتة تانية أقعد فيها أجي معك يا عولا وأني كمان لا شا عايزة حد يجي معي سيبوني عولا ستنبي سيبيني يا عينات البنت عصرة تعبانة ومعها إحنا اللي بنزود الحكاية وأنا رأيي إننا ننسى الموضوع ده خالص عشان تنساهي يا كمان أنا لسه مش مصدقة يا أخواتي عولا تسقط ده مكانش فيه أشتر منها لكن أنا بقى مصدق طول السنة في النوادي وكل ليلة في حفلة عند واحدة من صحبتها ويا ما قلتلك مفيش فايدة أصداك يا سواجدي عايز تحميني المسئولية وليه ما تقولش إن انت السبب لو كنت موليها وبتسأل عليها أول بأول ما كانش ده حصل وأنت بدياني فرصة أقولي حد فيهم بأنت بعداني عنهم زي ما كنوا مش ولادي ونهار ما قولي حد فيهم يمين تقولو شبال بالعند وبعدين يا بابا بس بقى يا ماما انت هتحسبوا كده قدام الناس على الفلاج ما عندك حق يا بنتي خلاص كتنا وحتى الحساب ما ينفعش للوقت ما جات شوفي علا وخليك وراء من بعيد حاضر كاية علا هي اللي أخرتني مسكين وعمل إيه دلوقت أبداً بتي عارفة هتبضل من دايا شوية وبعدين هتروك بتحب إخوتك قوي عادل طبعاً ولو إني مش قادر أفهمهم بس انت قلتلي إنك وعز أصحاب صفيحي بس ما يقدرش أقول إن أنا أفهمها أولاً بس عاد بتهالي إنها بعيدة عني بعيدة عني ده يمكن لإني طبعها كاتوم ومن بتحبش تعبر عن بسها باستمرار كان نفسي بقى لي فار لو أخها أو أخت بس بطرها ممكن أعرف منك بباتي لو أنا عايز أعرفها كنت بس عن نفسه دايما كنت عدس أي سعودة دي خياتك الخاصة إذا كنتي مش عايزة لا أعايزة بس المشكلة اللي ما عرفش حاجة عني كل اللي عرفه إن بابا مات قبل ما فيه وماما ماتت من عندي سنة واحدة خالتي سعاد هي اللي ربيت الشيء اللي مش قادرة فهمني ليه خالتي مش بتكلمني عنها وكل ما اسألها بتهرب مني حتى الطريقة اللي ماتت بيها ماما ما حد نشرتش تكلمني عنها لا خالتي ولا دادة نعيني طريقة اللي ماتت بيها أي بس لخالتي كان دايما بتقول لي اللي ماما ماتت طبيعي لكن في مرة دادة نعينة غلتت قدامي وتكلمت عن حدثة سألت خالتي هربت مني زي العادة حاولت أقرر دادة نعينة بعد كده لكن هي كمان نقرة اللي قلته بقى اتخافت انت بعد كده قداني بكلمة أستاذ عادر اللي مواخزة ستنوها جابر ايه اللي جابك أصلي مادام سعاد عايزة ستنوها ضروري طان وايه اللي عرفها ان انا هنا لا ما هيه متعرفش انا اللي قلتنها حجبلك الستنوها ولو كانت في محارف وسط البحر طب وانت ايه اللي عرفك ان احنا هنا ها ها hola ها ها ما انت عارف زكات محسوبك بقى اشكل جديل او حضروا 1 في 1 بكم بواحد 1 في 1 بكم باتنين فهم في 1 بكم بثلاتة حذررررررررررررررررررررررررررررررررررررأ تسنوما إا لفضل هكذا أيوة ايوة ايوة جضادعين ان ماده يكون غريق طب افسيًاotsini شوف ايه الحكاية يلا بينا يلا بينا به ستنوعة زمن الثة تماستنياني الناس زي ملمومة كده ليه تليه يا اخناقة ولا لا انا سمعهم بيونه غريب اتحاني يا عمي اتحاني يا عمي كنت ماشي وراها وشايفها وبعدين ما بصي ما لقيتهاش ولاقيت الناس ملمومة بدي ست نوها احنا اتأخرنا وزمان الست سعاد مستنيانا لما يرجع عاجي لازم اتطمن على اخته ما هو لما حيلاقيها حيروح معي البيت لا هو اكد علي انه حيجي يطمني ماما اعملي معروف يا ماما بوقي بقى ما حصلش حاجة يا ابنتي اتطمنه انا رحت وشفت بنفسي الغريق ولا الصغير ولحقوه اما ان فين عالي يا بابا هتروح فين زمانها جاية مع ان عيني مغفلتش عنها انا قابلت عادل وراح يدور عليها اخو خلونا الاول في اليداخل دي انا بقول ان ده لسعب يا بابا انا بنتي انا عالي انا الحمد لله اتنبهت انا عالي واردي ما تخفيش يا ماما عالي بخير اخوها راح يجبها ام المين اللي الحمد لله يا عابلتي مش هاي دواب صغير بس يعني هات المشكلة الناس تزمت حوالينا بقولي بقولي يلا نوح البيت وعادل وعالي يبقوا حصلونا انا مش هاتنيال من هاي للا بشوفها اولا يعني ايه هارجعنا للستة السعاية وقولها ان انت بيستليها لو استاذ عادل انا مش فاهمة انت جاي تبلغني ولا جاي تستحبني من ايدي انا لا سامح الله يا ستة نوار ده حتى لو استاذ عادل صاحبي ولما استاذ سعاد سألتني عنه ما استألتك عنه انا انا مليش ده يعوى هيا اللي سألتني وكان لازم اجاوب ولا عيساني ما جاوبش ده حتى تبقى اللي تقادب مني طب خلاص ارجع بقى وقول لها اني مستنيه عادي لا ستة نوار انا مش خباص للدرجات ده انا حقول لها ان انا ملقيت كيش اسمع اللي بقول لك علي يا جابة ارجع وقول لها اني قلتلك كده ماشي انا حيالله عبدالنمو بقول لك زي الدرجات امشي قدامي وانتي سكت انا مش هقول لبابا عشان مش عايز اعمل مشكلة في البيت بيت مش ناقص مشاكل لو شاطر صحيح روح وقول له مش فهم ازاي بعد ما انا تكتك زهرت مفروض تبي متدايق او زعلانة ومت تتصل بالاسم وحازم ده وكم انت طلوب مني قابلك في كازنه وماله مش قاربنا قاربنا يا باعتش فيه وصينا ووصي عائلته انا انا عايز اتكلم مع حدا من جرمي استصغر من جرمي حاسبني على كل كلمة دي عايب ودي مايصاحش ودي مش عارفة ايه يا علا انتي امتي عمرك ما كلمتي معايا وصديتك انت انت ما بتحبنيش انت ما بتحبش جرعز دايما انت اقوضوا مع بعض وتتكلموا لما بتشوفوني بتسجدوا علا بنتي بنتي كده يا علا ايه يا عادي ما لك لا انت انت يا بابا فيش حاجة بقيت نختك فيه دي كانت مع واحدة زميلتها ايه قابلتها صدفة وقاعدوا ودردشوا على البحر شوية لعد اذن خدتي لي يا ماما انا مش قلتلك المهم المدة دي كنت فين ابدا وانا ماشي عند الكازن وقابلني حاجة مبني طعمت انتساف ندع علي وعزم علي بحاجة ساعة يعني انت المدة دي كلها كنت قاعدة مع حازن ايه يا بابا هو مش قريبنا طب يلا بينا عالبيت يلا كده يا عادل انت بتحمل نفسك مسئوليا مش بتاعتك يا عادل ازاي يا نور ايه يا اختي ولما تتحس ان انا ما تحتاجها كمسئولا يبقى فيها حاجة غلط ايه يا عادل بس علها صغير ومش فهمي لا يا نور علها عبرت عن اللي جواها بصراحة ولما خلانا يحس بالخطر معناه ما ديها وصلينه مش لاقي حد ترتاحلي ولا تسق فيه ده هيتفح الدور على انسانك يديها الاحساس بالراحة والامال ومالك تفتكر ان ده مش محققه محققه طبعا بس كان مفروض نكون احنا قارب الناس ليها تكون ثقاتها فينا من غير حدود لكن دلوقتي دلوقتي مين يضمن انها تختار لأساني الصحي؟ مين يضمن انها ما تتعرضش التجربة تضمر وسيقبلها؟ طبقيتك ايه تعمله يا عادل؟ هتفكر في حل المشكلة عالك؟ ولا في حل المشكلتك انت؟ ولا في حل المشكلة عزي؟ احنا كلنا في نفس موقف غالى يا عادل؟ كلنا؟ ايه يا عادل انا كمية؟ تستوربش احنا جيل واحد له مشكلة واحدة ازاي يفهم و ازاي تفهم؟ ومن غير ما نفهم و نتفهم هتفدر كل احلامه دل مستقبل ضربة جناح مكسورة بيقلمك لما ترفره بيه كان ما يقدرش يشيلك لفوق عشان تتيره المفروض يا باهر انك ممزق بين عطفتين حبك لسلوة اللي هي مادام سعاد اللي بتمثل بالنسبة لك الحب الحقيقي الصادق ايه؟ واندفاعك نحية توحة بنت البلد اللي بتعمل عليها البحث بتاعك توحة هتلعبه نهة لكن هشرح الدور علشان لحظة واحدة يا استاذ فارس نوها ما حضرتش البروبة وده في نظر استهدار البروبة الاولانية لازم كلنا نكون موجودين فيها عشان كده انا شايفة انك توزع دور توحة على واحدة ثانية طيب ان اجل الكلام في الدور لغاية نوها ما تيجي يمكن عندها عزر نوها ما عندهاش اي عزر يمنح كده؟ كده؟ اميرة تلعب توحة وقدرية تعمل زنات حنكمل يا جماعة تفضل يا باقي ايه رأيك؟ ايه رأيك في توحة يا سايبور؟ حلوة بس عايزة تتوضب ايه اميرة؟ سكتة ليه؟ انا شايفة الرواية دي هي نفسها حكاية بجميلة اللي اتعملت عشرين مرة وننزلت منها اوه احنا لسه هنتكلم في الرواية ما ارجوك؟ ما فيش داعي لقضياء الوقت الفرقة قررت تعمل الرواية دي ومش هترجع في القرار الان ايه بس ده ما يمنعش من اننا نقول رأيينا برده ما ديك يقولتي رأيك وسمعناه؟ اي ملحوظة لاي دميل تكون في الرواية نفسها اي كلام تاني عايزين نقوله يبقى برا البروبة انا شايفة بقى ان البروبة هي المكان الطبيعي اللي لازم نقول فيه قرأنا ما انتي قلت رأيك يا امير انا عايزة اسمع كمان رأيي الزمله لو اي حد فيهم له رأيي كان قالوا صحيح يا جمعين محدش ليه رأيي؟ كلكم موافقين على الرواية دي؟ احنا كان لنا رأيي وقلناه قبل كده وليه تشتغلوا وانتو مش مقتنعين؟ امير كفاية قوي كده انا سبتك تتكلمي وتقولي رأيك لكن مش هسمحلك تحولي المسألة الفوضى ما تخافيش يا مدامي انا مكتفية باللي قلته انا نسو علي ايبا لو سمحتي عايزك في كمتين انا حستنك في مكتبي بعد البرور اتفضلوا مكمل يا جمعين موسيقى 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 دوّر عليه غير يا سلام يا سيدي قول كمان قول يمكن تطلع في دماغهم ويعملوك مطرب الفرقة ليه لا بوزعج وكرة تشوف أنا حابهيه في الفرقة دي حتيبه ايه يعني باش بواب الفرقة بواب مين يا عبا ما تفوق لي نفسك همماش لا لا فاية 24 قراته بقولك عن لي فيها عشان يعني ست سعيد بس كتني وضطها ده موقتن بس ما دام ابتديت كده حتفضل كده انت بتقول لي ايه قصدك يا أمو أسعد الحكاية ده أنا أخدها سلامة سلامة عشان ست سعيد تعرفين وتتيني فرصة فرصة كانوا خدوها يا سيدي اللي بيستنوها بالهم سنين قصدك مين انت وصمارة يعني لا حدي أنا وصمارة أخدين فرصتنا فرصتنا هو شغلنا ده عرقنا اللي بيتعجم بيه كل طوبة في المرصح وما لتوصد منه الأسادزة اللي بيمثلوا طي ما هم بيمثلوا طي ما هم بيمثلوا تلك ترباحهم دكرات يعني كمالة عدل كمبارة يعني كويس لك مستحبة يا جابر قول صحيحة وما سعد أخويا ده ماردي حقول لك إيها سي جابر الشغل ده صنفين شغل بدراعك وشغل بدماغك واللي ملوش في ده ولا ده يبقى كداب زفة ما سعد البشمال ده السامي عاوزك جوا طي بوعد بقى مع جابر شوية أغني لك قال إيه الحكاية يا جابر تحت غنيه اللي صحيح غني إيه بقى وهب بيه معكر مزاجي الاصطموص حد ألاقي سامحه لا تعالي أعود لنا بقى فكيري قولي قول اسمع اتنفس اللي قولك عليه وبس يا باش مهندس أنا أتجار لكور بقالي خمستاشر سنة وبفهم في شغل كويس ما تناشنيش ليه ولا ما أغذر مليش مخر لا مليكش مخر مخر أنا هو اللي بيرسم و هو اللي بيخطط انت هدراعه بس لا باش مهندس أنا بفهم في شغلانا دي زي أجدعها مهندس ولما لها حاجة غلط مع ملحاج تبتعدل علي يا ولد أنا مش ولد أنا أكبر منك وكنت باشتغل على المسرح ده وانت لسه في المدرسة وكمان بتزعقلي تبينش أطلع بره بره وسيب الشغل ووصلي مع هودتك لا با حيلة أنا ما اشتغلش عندك ست سعاد بس هي اللي تقول لي كده وأنا مستنيك على باب مكتبها لما تخلص البروغة الكلام اللي قالوا لك موسعد صح يا جاب ايوه انت كمان حتقول لي صح عم سمارة يعني اروح دلوقتي للستة السعاد ولا انا مش عايز اشتغل سعي لا بعدين لما الساة السعاد ترتاح لك وتنبسط منك تبقى تطلب منها تديك دور صغير في رواية ولما تعمله كويس السكة تتفتح وناص دي كده باردك لكن لو استمسعد بيقول لي لا بدان بدت كده حتبضل كده استمسعد ده نمكي دماغه ناشفة واحد الدنيا قافش يابيض ياسوي وده معقولة ابا معقولة دنيا على كل لونة ابا مالو البنة وحش البنة هاهاهاها الله ييازش في صانك يا جاب تعجبني ابو صامرة عطري ودواتي باب حغني لغنوها وتمختاري وتعالي جنبي يا ليقى في البدل البنبي بطل غنة بطل غنة والح سيد سعاد خلاص بروفو وروح مكتبه يا مراب يط موسعد ده لازم يمشي هدي نفسك يا سامة انا حشوف الموضوع ده انا مصر على موقفي ايوه بس موسعد ده احسن مجرد كور في مصر كله ما يمنيش انا اجيب لكم احسن منه انا قلت هشوف الموضوع ولو غلطان انا هعقبه يعني ايه لو غلطان لسه هنحقق معاه علش ان نشوفه غلطان ولا مش غلطان سيب سعاد هانم تتصرر وتأكد انها هتقدمه حضرتك عارفة شغلي وعارفة انا بفهم فيه قد ايه يرضيك اعمل حاجة غلطة لا طبعا بس برضو مايصحش تكلم المهندس من تاعك بالطريقة دي انا كده اللي في قلبي على لساني وما بعرفش ازوق الكلاب يا مسعد لازم تتعلم ازاي تتكلم مع الناس رحت الوقتي اللي باش مهندس سامح واعتذر له انا لا يمكن يبقى من بكرة تشوف لك فرقة تانية كده يا هلم وقبل ما تمشي تسدد السلفة اللي عليك لكن يا هلم انا متفق مع حضرتك ان اسددها من مهيتي دا لو كنت حطاعت في الفرق لكن مادام هتمشي يبقى لازم تسدد السبعين جنيه يعني حضرتك بتلو دراعي اللي واجعني معليش انا حروح اعتذر ابعتلي جابر وانت خارج عزالة اه افنم ستكول الاستاذ فايز برا ايه يا فنم اخليه دخل لا استنى انت قلتلي انه نوها كانت مستنية للجدع دلس معادل تمام كده يا فنم انت تعرفه كويس علا عرفه يا فنم نحنا اصحاب قوي طب انا عايزاه 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 يا بمخ تخين حاضرة اروح اندهله حالا فانو لا انا عايزة يجيلي البيت بعد الضهر حاضرة فانو هيكون عند سيادتك بعد الضهر بس اسمع مش عايزة نهة تعرف من غير ما نهة ولا غير هيعرف يا فانو روح انت دلوقتي واندهلي الاستاذ فايز حاضرة فانو خبر البروفا انتو مش بتعملو فروفات بالليلة ايو لكن فروفات القرية بتبقى بالنهار ودي بالذات كانت اول فروفا انا مش عارفة زي نسيت يا سيتي ممكن تتحييه معقولة دي زمانها خلصت خلاص ما تدقيش نفسك ايه يعني بروفة واحدة هقول ايه لخيتي دلوقتي بس دي حساسة قوي من ناحيتي انا بس دات مش عايزة حدف الفرقة يفتكر انها بتجميني انا قاسف لو كنت عارف مكنتش عطلتك انت بالعكس لو كان علي انا مش عارفة جرلي ايه بايا عادي ما تنساش تجيب باقي الرواية بكرة اخلصها منيه بس انا انا باعترف اني تصرفت غلط لكن عزري اني كنت عصبي ارجوك ما تزعليش مني يا سعاد انتي انتي عارفة مكانتك عندي قد ايه ايه بدليل انك طلبت مني الفلوس قدام الكل ما انا خلاص اعترفت بغلطي ووالتلك ان اعصاب هي السبب وعشان تتأكدي من انا مخلص في اللي بقوله انا دي الشيك على بيض حديدي فيه المبلغ اللي يكفي مصاريف العرب الجديد خلي فلوسك معاك يا فايز أنا معايا اللي يكفي عشر عروض كمان المال أنا خدت منك الفلوس اللي فاتت عشان كنت عبيطة كنت عايزة شاركك وفعلا تكلمت المحامي عشان يعمل العقل ويعمل الإجراءات القانونية عشان الشركة تبقى بيننا إحنا الأربعة أنا وإنت وفارس وقدري وهم عارفين كده أنت أول واحد يا عارف بس يا خسارة بعد فوات الأوام أنا خلاص غيرت رأيي حشارك الشباب المستقبل الناس اللي لسه بخيرها وتقدر تدي وتجدد دم الفرقة شريك في الفرقة؟ أنا؟ أيوة أنا وإنت ونوح لكن شمعنا أنا هانم؟ لسه حتقولي يا هانم بقولك هنبقى شركة وشرحت لك وجهة نظري ما أنا فاهم حضرتك عايزة تدي فرصة كاملة للشباب في الفرقة وده شيء عظيم لكن الشباب ده ما عندوش رسماء ليشارك بيها كل اللي يملكه فنه وحماسه رأس المال عندي وعند نوع تقصد يا سعداني؟ أقصد أني محتجالك يا باهر محتجالي؟ شريك؟ أيوة شريك في كل حاجة بعد ما بنينا معاها الفرقة وشلناها على كتافنا وضيعنا عمرنا كله عشانها نيجي الآخر ونشتغل عندنا الولد اللي اسمه باهر أنا مش مصدق هو أنا كمان سعاد سليم ما تعملش كده أبدا؟ دي مش إشاعة ولو خيال من عدي بيقلي تهولي بلسانها ده مش ممكن يحصل أبدا احنا أولى بالفرقة من أي إنسان تاني نجاح الفرقة دي قام على رواياتي كنت برفضة به على أي فرقة تانية واقبل الملاليم اللي بتدهالي سعاد أنا صاحب حق في الفرقة دي زيها بالزبط أنا ضيعت أكبر فرصة في حياتي عشانها دازلت عن بحس الفرنسا وفضلت جنبها بتلمزيت رجعه من بره وعملوا أسماء أكبر من اسمي ورضيت أبطأ في الظن جنبها وقلت دي فرقتي ودي النتيجة الأستاذ باهل حياكل الطبخة اللي كلفناها دم قلبنا لا مش ممكن مش ممكن دي نهدم البصرة حالة باهل لا 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 الانفعال مش هيوصلنا لحاجة نحن نستنى لما الحكاية تدخل في الجد ساعتها يبقى لنا في صرف تاني لو تصرعنا حندي لسعاد السلاح اللي تضربنا ديه موسيقى هو بسلامته خرج؟ مين؟ باهر؟ بس ما ردش عليكي ما قالش أيوة ولا لا أنا ديته فرصة يفكر لكن أنا متأكدة أنه حيقول آه ويا تارة سألت نهة عن رأيها نهة؟ وإيه دخل نهة في الموضوع؟ مش هي اللي حتتجوزه؟ تتجوزه؟ مين اللي قال بكلام الفارغ ده؟ قمار شريك في كل حاجة يعني إيه؟ شريكي أنا أنا ال... انتي؟ إيه؟ غريبة؟ مش من حقي؟ من حقك طبعاً بس مش ده؟ ده يدوب على قد نهة؟ ملكيش دعوانتي ثم زيت تصننتي على الكلام اللي بيتقال ما انتي عارفة قطي جنبك على طول وانسيت بقى حط قطني في وداني بلاش غلبة وما تدخليش في الملكيش فيه حاضر بس لما تبقى تخرب ملطة بقى ما ترجعيش تقولي إلحقيني يا دا دبري يا دا يا عيما ابعدي من وش دلوقتي حاضر قديني مشيت نوها يا نوها ايوة يا تانت تعال يا نوها انا عايزك انا انا عارف انك زعلنة مني لكن زعلنة مني؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ عن بروفت النهاردة اصلي في الحياة البروبة خلاص موضوعها انتهى وفارس وزعت دور على اميرة انا انا عايزة ااخد رأيك في موضوع مهمة انا تحت امرك يا تانت انا قررت اعمل الفرق شركة انا ساكن ممتكلمش انا اعيزنا اقولك هيه با تنصحي؟ تقولي اعمل ايه؟ اعمل اي انت عايزه انا نصحتك قبل كده قلتلي مش معاولة سيف فرصة العمر اللي بتقدمها لي سوعات سليم ايوه بس المراضي الموقف مختلف المراضي الاغراء اكبر انك مش هتبقى نجم الفرقة بس لا تحتبقى صاحب الفرقة انا انا حبقى مجرد شريك في كله يا استاذ بها في كله انت هتوصل للي محدش قبلك قدر يوصل لك لا فايز ولا فارس ولا انا حتى دول ما تفرش لهمش اللي تفرش لك تفتكر لو قلتلك ارفوز ده كله برجلك وخليت مع اميرة تفحطوا الصخر بضوافركوا عشان تمصلوا هتوافق اه انا انا اقدر اقول لا واقدر اقول اه ومش قادر توصل لقرار ايوه عشان كده عايزك تقولي رأيك انا رأيي تقول لا لا بس اطرها هتقدر ايه رأيك بقى ايوه يا طنط بس ايش معنا باهر بالذات ليه ما يكونش سامح ولا حلمي ولا اميرة انا اخترت باهر بالذات لسبب معين هتبقى تعرفيه في قوانو ليه هو سر لغاية دلوقتي لكن قريب قوي مش هيبقى سر خلاص اللي تشوفيه يا خبر ده انا كنت حنسة صوري ان انا لازم اروح المصرح عشان اراجع الافيشات بتاع روايك جديدة وعندي معاد مهمة اوي هنا ايه رأيك يا حبيبتي تروح انت بدالي اوي يا طنط سنية واحدة بس هغير هدومي وانزل على طول قادي الحكاية كلها وطبعا حيروح للفخ برجلي كلكو كده لسه مش عايزة تسامحيني قدريا انا سمحتك من زمان يا حلم من يوم ما رجعت من برة لقيتك بتلعب دور الممثل احتياطي لكن انا خلاص حكايتي انتهت كل همي دلوقتي المسكينة اميرة معاك حقا بالمناسبة هي فين مش عارفة كنا قاعدين هنا مع بعض جي فايز قال انه عايزة في موضوع مهم وراحت معاه فايز انا مش مطم عايز منها ايه ده سعاد متصورة انها ممكن تحركنا زي حتة الشتران تراقي اي عسكري تعمله وزير عشان تكشش به الملك وتموته لكن تأكدي انها مش حنسمح لها بك وانت بتقولي انا الكلام بلي لاني عارف امكانياتك اميرة انت ممكن تبقي ممثلة عظيمة اعظم من سعاد سليم ذاتها بس تاخدي فرصتك وانا انا اللي حقر اديك الفرصة لو حطيتي ايدك في ايدي مش فاهم اقولك انا والمخرج والمؤلف وانتي وحلمي وقدرية وجل جل يبقى فاضل من في الفرقة سعاد وباهر هاملوا ايه يشاركوا بعض او يجوزوا وجائز لكن ساعاتها مش حليقوا حد معاهم وحنا اللي حنبقى الفرقة احنا حنفتل لسعاد الحب اللي حتشنق بي نفسها وساعاتها عي خلالنا الجب وتبقي انت البريما دون وتوريسي مجد اجد مجد سعاد سليم واكبر منه وانا حبقى جنبك مش حسيبك ابدا هكرس كل خبرتي وشهرتي وعلاقاتي وصلاتي عشان نجمك يخفي نجماها ودواعد دواعد يا اميرة سكيلي علي وحتشوفي ازاي فايز نور اين في الله ايوة واردلها الطعنة اللي طعنت هاي هي اخدت مني الانسان اللي حبيته لكن انا حاخد منها مجدها وشهرتها حاخد حياتها كلها اخلي يا عزي اميد بابا انا زعلان منك يا عادل ليه يا بابا اهلي ليه ازاي ابن تكذب علي وطولي ان علا كانت مع بنتي زبنتها وانت عارف انها كانت قاعدة في الكازينو مع الوادي الهايف ابن ابتسال هاني انا قاسر يا بابا ما كانش قصدي ابدا نكذب علي حضرتك مكنش عايز اعمل مشكلة لكن كنت ناوي اتكلم علا بيني وبينها وعقالها وغفر علي حضرتك وجع الدماغ ده يعني المسألة خطيرة وفي حاجة بين اختك وبين الولد ده هي بابا علب ازم والازمة دي احنا السبب فيها ازمة ايه واخنا ميني عادل اتكلم لو سمحتلي اتكلم بصراحة طبعا قولي ابني ما تخبيش حاجة الازمة اللي علب فيها دي هي ازمتي وازمة عزة ازمة بيه كله البيت اللي بقاله اسمين بيتمرجح على علاقة كره بين الاب ولوه كره ما نعرفش صدره واكيد مناش يد فيه لكن انعكس علينا ما لقناش قدامنا نموذك حب نقلده او احترمه نعتبره مسألة اعلى قدامنا تبتقول ايه يا عادل وازاي تسمح لنفسك يا بابا انا ما سمحتش لنفسي حضرتك قلتلي اتكلم بصراحة ما دين اتكلمت ارجوك تسيبنا كم الكلام هتقوليه تاني يا عادل هقولي يا بابا ان احنا لازم نتخلص من علاقة الكره بين الى اللي حصل بخطينك وبالماما ده شيء خصوكم صحيح وانتو الوحدكم اللي اتقدروا تحلوه لكن احنا احنا لازم نعرف عشان نقدر نفهم مناطر ساعتها بس هنقرب من بعض عزة مش هتكتم مع صرارها جواها وعلا مش هتدور على حد برا البيت عشان تكلم معاه فاعدل 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 انا اسح بابا قلت كل اللي انا عايزه والباقي باقي على حضرتك فاعدل حاضر ابني اتبقي علي وهعمله طارى زي ما تخيلت في الرواه ولا انا شطحت بعيد الله يا عزي شفت الصورة دي بعدين بعدين يا نجات لما خلص اللي في ايدي الله يا عالي شفتها شوفي حلوة عينيها زي ما يكونوا مرسومين بالزبط الله هي مش جن ومثلة اللي في الفرقة اللي جنبيني أيني النبي هي يا حلوة يا أولاد يا حلوة داوشة داوشة باو سبيني في حال واريني يا نجات آه فعلا هي عندك حق دي اسمها أمير عن إذنكم أنا خرج الصورة ليه كده يا عالي هي نجات عملت لك ايه ما عملت ليش حاجة لكن أنا عايزة بقى الواحد حرام ولا حرام أنا أختك يا عالي مهمة كانت الأوهمة لفي دماغك لكن بحبك وقال أنا عليك متشكرة مش عايزة حاجة من حد سبوني في حالي يعني مش عايزة تتكلمي معايا مش عايزة تقوليلي مالك سبوني الواحدي بقى سبوني في حالي سبوني ابنك دا مخ طائق مش شطرة لفي الكلام أنا شايف إن عنده حق يعنات إحنا قصدي أنا مش منقصاهم حاجة مربيهم أحسن تربية مش مخليا حد فيهم عايز حاجة شوفتي مش هانا عليك تقولي إحنا مش عايزة مجرد إنك تعترفي بوجودي كزوج وقب الكلام دا بنوش لزوج بلاش نقلب الماضي وخلينا سكتين أحسن دا يا عنات أنا مش خايف إن الماضي ومستعدة أواجه خلاص روح لمي ولادك كلهم واحكي لهم وواجه الماضي قدامهم يا واجدي يلا سكت ليه تحيب أروح أحكي بس يا عنات أرجوكي 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 شوفتي ما عندكش الجرأة لك تعملها لا يا عنات انت غلطانة الحكاية مش حكاية الجرأة أنا اللي مش عايزة أجرح شعورها مش عايزة أحملهم ألم جرح ما لهمش زنب فيه لكن تأكدي إن حلق طريقة واجه بيها الماضي أنا وانتوا قدامهم من غير مصدمهم أيو 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 بس الأنوار يا أمر أفند عايزة إزاك مسمسين نجات أنا مش فيقالك الجدعينت أتكلم والعايزة معليش ميسيرك تفوق اليوم يا جميل وبعدين معاك أندهلك الأستاذ أهلا عليك طيبة أحسن ومع ذلك عادم المغزة أنا عايزة الأستاذ عادل وعاوز الأستاذ عادل لا أهلا ما سألكش كسية بني وبينه يسام يسام عادل تعال كلم تعال كلم وأنا سلم بالعنوبة السحة نتكلم يا ساتر على تقلي دمك بالزمة بالزمة أهلا يا جام أهلا أستاذ عادل عادم المغزة الكلام بني وبينك يكون على استفراض معلش أنا جات أنا كنت ماشية من نفسي ده حتى الوقفة معاهة تغم النفس مابولة ميلنك يا بنجا يا عطرة أقول ليك معايا أنا أقول ليك فيه هقول لك كل حاجة بس ست سعاد زك نفسها عايزك دلوتي حايلة ست سعاد عايزين أنا شوفي مين يا نايمي حاضر ده جلجل يا ست سعاد جلجل خليه ادخل ماشا كيه يا مدامة أهلا يا جلجل فضل شاي ولا قهوان لا لا ولا حاجة أنا جاي في كلمتين وماشي عصول طب سيبينا لوحدين يا نايمي حاضر في الحقيقة أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه قصد الحكاية عايز فلوس عشان أخوك اللي بيتعالك برا صحيح أنا كنت ناوي أطلب من حضرتك إرشين لكن عايز كم يا جلجل هم خمشمائة جنيه سول فقصتها على مهيتي حاضر بكرة الصبح هدهم لك في المسرح كالتفكير كاستهالم ده جميل مش حنسهولك العمر كله إيه؟ لسه في حاجة عايز تقولها؟ في الحقيقة آه وهو ده الكلام المهم خير في إيه؟ عم شفيق الكردي شفيق الكردي؟ مالك؟ تعيش انتي شفيق شفيق مات؟ مالحبا أنا حبيت أقول له لحضرتك الحكاية دي عشان قصت الفلوس اللي بتبعتها له كل شهر معايا شكري يا جلجل سيبني دلوقتي لوحدي و بكرة حبقديك إرشينة الديوم لأخواته حاضر يا فاند فتصبح يا خير مع السلامة شفيق مات وارتحتي من همه افتكري يا نايمة طبعا مش كنتي دايما خايفة ليجي في اي لحظة ويقول لنوها و بس فسكت ما تجميش السرية ده في البيت خالص سبيني دلوقتي ده لازم عادل افتحي يا حاضر ايه رائك نوها هتكون احلى افشات عليتها الفرقة هيا جميلة فعلا ايه ظهر يا باش مهندس انك مش مهندس ديكور ممتاز وبس ده انت رسامة عظيم كمان هشكرك يا نوها ده دليل على ان حسك الفن راق ده مش عشان بتمدحي شغلي وبس لا بصراحة دي ملاحظة انا ملاحظها عليك من زمال ياه انت كنت بترقبني على كده يعني من بعيد لبعيد انا لما بيلفت نظري انسان واهتم بيه بتفضل عنايه امتبعه حتى من غير اصلا وانت بقى مهتم بيه يا باش مهندس كفنانة طبعا حسيت انك موهبة كبيرة ولو انك يا نوها ما اخدتش فرصة كبيرة لغاية دلوقتي يعني في رأيك انا ولا اميرة لا تسمعيلي ما فيش واجه للمقارنة اميرة ايه يعني اه موسيلك ويس لكن انت يا نوها بتاع بقرية غريبة رأيك فيه احسن من رأيي في نفسي لاني باعترف ان اميرة احسن مني لا تسمعيلي يا نوها لا لا ده تواضع منك يا نوها يا ايما بقى منتش فاهم نفسك طب تسمعيلي اقولك ان انا شفت اعظم ممثلات فرنسا على اكبر مسارح باريس وده يخليني احكم علي وموثلها اشوفها ده انت كده هتخليني اخد قلم في نفسي من حقك من حقك طبعا يا نو طب انا هحكيلك عن حدثة حصلتلي انا شخصيا مع سيمو سينيوري هارفها طبعا ها الباش مهندس ماسك ودن الست نوها ونازل هنا جريا موسعي مش عادتك انك تصنط على حد انا ما تصنطش الباب كان بفتوح والمخزن جنبه على طول سمحت غصب عنه يا سيدي سيبهم يغنوا على بعض اصل عمره معبر من ساعة ما سمع انها حتبقى شريكة خلتها في الفرقة هتبقى ايه شريكة خلتها جبت الكلام ده من ايه لو انت لسه ماسمعتش ده فايز نور ما خلاش حد لما قاله حتبقى شركة بين ثلاثة سعاد ونوها وبهر مش معنى باهر يعني كده ليه مديونة والمش مديونة احنا مالنا من جهة مالنا مالنا لكن حتقول مين مش مهندس اللي قلنا عليه الكوماندا بتاعنا هو طلع بومبة وباهر اللي قلنا عليه حيفهمنا اهو دخل العش يبقى فاضل مين انا مش فاهم حضراتك تقصودي ايه انا عقصدي واضح يا استاذ عادي انا حشتري الرواية بتاعتك اللي بتكتبها وحعملها وحخلي اسمك يدوي بجميع الاوساط الفنية يعني ححققلك احلامك بس بشرط واحد اني ابعد عن نوها مش كده اديك فهمتي بس حضراتك لسه ما قرتيش بقية الرواية انا عريت الفصل الاول وعجبني ومتأكدا انها الرواية عظيمة بس سيادتك مش هتشتريها عشان العظمة اللي فيها صحيح انا هدفي الاساسي اني انهي العلاقة اللي بينك وبين نوها قبل ما تتطوروا تسببلكوا انتو الاثنين كوارس انتو بغين عنه لكن ده ما يمنعش ان انا معجبة بالرواية بتاعتك وده رأي فني ملوش دعوة باي اعتبارك تاني انا بشكر حضراتك على رأي الفني ده بس احب اوضحلك ان بيني وبين نوها مش اكتر من صداقة وبس حتى الصداقة دي ممكن تعطلكوا مستعبلكوا اهم من اي مشاعر شخصية نوها عارفة ان حضراتك هتطلوب مني الطلب ده لا طبعا وكويس انك قلتلي علشان اطلب منك ان الكلام اللي حصل بيني وبينك يعتبر سر جابر ابقى فكرني بكرة الصبح اكتب العقد بتاع الاستاذ عادل واحضر له الشيك حدست كل الف مبروكة استاذ عادل مع السلام يا استاذ عادل اشوفك بكرة في المسرح وتجيب لي بقية الرواية ان شاء الله مفيش حد فيهم حيقدر يعمل لسعاد سليم حاجة لانها اقوى منهم كلهم لكن ماهيش اقوى مني انا بيتهيقلك يا امير انا كمان كنت زيك كده في وقت من الاوقات اتهيقلي ان اقدر اقاوم او انتقم منها ولما فشلت فكرت اسيب الفرقة لكن في الاخر لقيت ان وجودي معاها في الفرقة احسن عشان اشوفها لحظة ما الزمن يوقع واديني بقالي سنين باستنى اللحظة دي كل عمر بيجري وما فيش حاجة بتحصل انا زروبي غير زروبي كدري الحل الوحيد اللي قدامك يا اميرا انك تسبلها الفرقة يعني استسلم اهرب منها احسن ما تفضلي يا حبيبتي وتشوفي باهر تحت جناحها وتتعذبي كل يوم مشانا يا قدريا اللي اتعذب وعدان دي بحظي مشانا لقدر لهم خد الشمال بعد ما يضربوني على خد اليمين لا انا حسبت لهم اني اقوى منهم ازي حتجوز